نقابة المهندسين أحد القطاعات الذي يعاني كيدية فريق السلطة الحاكم عضو مجلس النقابة نزيه لبريدي أشار إلى تجاوزات النقيب وفريقه بإرسالهم مذكرات عقبية بحق بعض الموظفين بتوقيعهم على أوراق تبينة فيما بعد نتيجة التحقيق أنها قانونية وهي تتعلق بضمان أولاد أحد النقاباء السابقين والمفارقة أن الموظفين الخمسة ينتمون إلى فريق 14 أذار تجاوز لحد السلطة أكله بالمدير لأن السلطة المعطاة له ما بتحق له إلا بعد الرجوع على مجلس النقابة ليأخذ إجراءات بحق المدير أخذ الإجراءات بدون الرجوع إلى مجلس النقابة إذا بدي توسع بالتفسير أنه ضربة عصا يبتوقفوا على الميلي اللي أنا فيها وبتجمدوا أو أنا واصل لأرارات أكتر من اللي وصلت له البريدي أكد أن نقيب المهندسين يتخطى كل صلاحياته وكشف أنه قدم اقتراحات تساهم في حسن سير العمل في النقابة إلا أنها بقيت إطوي النسيان مشددا على أهمية الانتخابات المقبلة التي ستحصل المرحلة الأولى منها في أربع أذار والثانية في خمسة وعشرين منه في ظل المناورات التي يقوم بها النقيب وفريقه جارية العادي من خمسة عشر سنة إلى هلأ أنه كل المهندسين اللي مستددين رسومهم بيصوتوا فأنا أتقدم باقتراح بقولهم يا شباب إذا مزبوط هالموضوع بتكن تنقشوا فيه بطريقة علمية وبطريقة لمصلحة النقابة خلينا السنة نمشي مثل ما كنا ميشين ونبلغ الجميع لأفريقاء مثل ما كنا ميشين مناورة معينة رح تجرى لغاية تسع وعشرين الشهر ويأخذ الأرار هني بيعرفوا شو نتيجته لأنه بالتصويت هني عندهم أكثرية وبالتالي بيكونوا عرفوا شو عملوا بدوا يعديل بيانوا المهني عدلوا والبدوا يجي من السفر إجاء إذا كانوا استعملوا تلك أو الأخرى هني عارفين سلفاً للموضوع والفريق الآخر مش عارف شو الأرارات وبالتالي حيكون في فريق منه محضر مثل ما هني محضرين البلايدي حذر من استمرار النقابة في اعتماد أي سياسات ملتوية وألف أن التصعيد سيكون سيد الموقف يبدعوا النقيب لجمعة الجياء يعني الخميس على أبعد حد لدعوي إلى جلسي خاصة بمجلس النقابة وإنهاء هذا الموضوع كلياً وإبلاك كافة الأفريقاء السياسية بهذا الأمر وفي حال لم يرضى بطلب من الفرقاء السياسية كافة المتضررين من هذا الموضوع يشكلوا وفد ويروحوا لعند النقيب وقولوا له إذا بدوا يضل بهذا الاستمرار سيلجؤون إلى ما يرونه مناسب ممكن نحن نقاطع جلسية مجلس النقابة وبالتالي ما نصدق على ويح الشطب وبالتالي نعطي العملية الانتخابية لم يسلم أي قطاع مؤسسة في الدولة اللبنانية من مزاجية أداء التيار الوطني الحر فساد وأفساد على كل المستويات ما يطرح التساؤلات حول الجمهورية التي يحلم العونيون في بنائها اشتركوا في القناة